ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير المتفرد بالخلق والتدبير الذي أعز أولياءه بنصره فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الصدق واليقين والإقرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أيها الأحبة في الله إن نصر الله جل وعلا لأوليائه في كل زمان ومكان انتصارا للحق وذلا للباطل وأخذا للمتكبر ونعمة من الله تعالى على المؤمنين إلى يوم القيامة لأن كل مسلم يسر بذلك لأن فيه انتصارا لدين الله جل وعلا قال الحق تبارك وتعالى إنا لننص الرسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم لشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وفي شهر الله المحرم كانت نجاة موسى عليه السلام وقومهم من فرعون وجنوده إن فرعون قطغى وبغى وأفسد في الأرض يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين وفي ليلة من ليالي الظلماء في ظل استعباده لبني إسرائيل رأى فرعون رؤية عظيمة أفزعت هذه الرؤية وقام من نومه فزعا ما هي حقيقة هذه الرؤية التي رأى فرعون وقام بسببها من النوم فزعا رأى فرعون أن نارا عظيمة تخرج من بيت المقدس ثم تأتي إلى مصر فإذا دخلت إلى مصر أحرقت جميع بيوت الفراعنة والقبط إلا بيوت بني إسرائيل فلم تصبهم بأذى فقام فرعون عند رؤيته لهذه الرؤية قام من نومه فزعا ثم جمع العرافين والكهنة والسحرة وقص عليهم الرؤية فأجمع في تفسير هذه الرؤية هناك مولود سوف يولد في بني إسرائيل يكون هلاكك يا فرعون وزوال ملكك على يديه ويتنعم في قصرك ويتربى في قصرك يا فرعون ثم شاء الله جل وعلا أن يبشر إبراهيم بولادة مولود ذكر في بني إسرائيل يكون هلاك فرعون وزوال ملكه على يديه ويصدر فرعون أمره بذبح كل مولود ذكر في بني إسرائيل يذبح أبناهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ولن ينجو حذرا من قدر لأن الله قضى ولا راد لما قضى ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون جند المئات من الدايات التي يتعرفن على الحوامل فإن كان المولود ذكرا يختل أو أنثى تستحيا وكثر القتل في بني إسرائيل وجاء القبط فقالوا يا فرعون الكبار بأجالهم يموتون والصغار يذبحون يوشك أن تفنى بني إسرائيل فأمر فرعون بقتل الولدان عاما وتركهم عاما وشاء الله أن تكون ولادة هارون في عام الترك وولادة موسى عليه السلام في عام القتل ومن لطف الله جل وعلا بأم موسى أنها لم تظهر عليها آثار الحمل ولم يتفطل لها الدايات التي يتعرفن على الحوامل لكنها وضعت وخوفا عظيما أخافت عليه فألهم الله جل وعلا بأن تضعوا في التابوت وتلقيه في اليم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين ويتهاد التابوت في البحر حتى يصل إلى قصر فرعون فالتقطه آل فرعون التقطه الجواري وذهبنا به إلى أمرأة فرعون آسية ورآه فرعون وهم بقتله فشرعت تحببه إليه وتدافع عن قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فقال فرعون قرة عين لك أما أنا فلا وعسى أن ينفعك أنت أما أنا فلا قال أهل العلم لو سكت فرعون لكان هدايته على يد موسى عليه السلام لكن البلاء موكل بالمنطقة ثم امتنى الله جل وعلا على موسى عليه السلام فاصطفاه برسالاته وبكلامه وكان مخلصا ورسولا نبيا وكان عند الله وجيها وقربه نجيا أرسله الله جل وعلا إلى فرعون بالبينات والآيات الكبرى فتكبر فرعون وطغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى تمادى في غيه وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا فدعاه موسى عليه السلام إلى رب العالمين فأنكر فرعون رب العالمين الذي أقامت بأمره السماوات والأراضين وله في كل شيء آية من مخلوقاته وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحدهم فقال فرعون مستهزنا ومكابرا ومنكرا ما رب العالمين فرد عليه موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هذا هو رب العالمين فرد فرعون رسالة موسى عليه السلام معاندا ومكابرا قال لمن حوله ألا تستمعون فذكره موسى عليه السلام بأصله وأنه خلق من عدم وسائر إلى عدم كما عدم آباء الأولين فقال ربكم ورب آبائكم الأولين فقال فرعون في سخية واستهزاء وتعالي على الحق إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرد عليه موسى عليه السلام إن المجنون حقا هو من أنكر الرب جل وعلا قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فلما عجز فرعون عن رد الحق التج إلى أسلوب التهديد فهدد موسى عليه السلام بهذا وقال لانتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فمزل موسى عليه السلام يأتي إلى فرعون بالبينات والآيات الكبرى والحجج الواضحة الظاهرة بياض اليد كلما ادخلها في جيبه وأخرجها وانقلاب العصى إلى حية ورفع الجبل فوقهم كأنه ظلة والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات وإحياء قتيل بني إسرائيل إلى غير ذلك من الآيات العظيمة فما زال المكذبين يخفونها ويردونها فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين حتى بلغ الحال ببعضهم إلى أن قالوا لموسى عليه السلام مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فلما تمادى فرعون وقومه في الكفر والطغيان أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام بأن يخرج بالمسلمين من أرضهم فرارا بدينهم فلما علم فرعون بذهابهم جمع جنوده ليلحق بهم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغايظون وإنا لجميع حاذرون فلحق فرعون وجنوده بموسى عليه السلام وقومه قريبا من البحر فلما ترى الجمعا قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا إن خضنا فيه غرقنا هو العدو وراءنا فقال موسى عليه السلام الواثق بنصر الله جل وعلا ونصري لأوليائه جل وعلا فقال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن ينضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فتقدم موسى عليه السلام وضرب بعصاه البحر فانفلقا وأصبح فيه إثنى عشر طريقا فسلك موسى عليه السلام وقومه ومن ما أصبح فرعون ومن معه داخلين في البحر وأصبح موسى عليه السلام ومن معه خارجين من البحر أوحى الله جل وعلا إلى البحر بأن يرجع إلى حاله طبق عليهم البحر فغرق فرعون وجنوده ونجى الله جل وعلا موسى ومن معه تصديقا لقوله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أيها الأحبة في الله ومما يستفاد من هذا الحدث العظيم الذي فيه نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده يستفاد أولا أن الله جل وعلا أمر نافذ في العباد لا محالة لأن الله جل وعلا يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فأمره نافذ في العباد لا محالة فإن فرعون قد بذل كل سبيل لمنع ذلك الطفل الذي سعموا في قصر ثم يكون هلاكه على يديه وزوال ملكه على يديه لكن أمر الله جل وعلا نافذ في العباد لا محالة ولا يرد ما به الله قضى وكل شيء في الكتاب قض مضى ومما يستفاد من هذا الحدث العظيم أن الباطل مهما طال ليله ومهما طال زمانه فإن نهايته الزوال واضمحلال وأن الانتصار للحق ولما دخن النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كان يردد هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ففرعون ظل في استعباده لبني إسرائيل كما قال أهل التاريخ قرابة ثمانين سنة وقيل أربعمائة سنة لكن العقبة كانت لأهل الحق والنصر لأهل الحق قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما رسلناك إلا رحمة للعالمين ما يستفاد من هذا الحدث العظيم أن الاستجابة للدعوة ربما يتأخر وربما لا يتحقق للإنسان في حياته ويتحقق بعد مماته فإن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون قال أهل التفسير استجيبت دعوة موسى عليه السلام بعد أربعين سنة فينبغي للمسلم إذا دعا الله جل وعلا أن لا يتعجل في الإجابة فإن اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعا وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاه إلى صراط مستقيم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وعب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمي ولأمهات المسلمين اللهم اغفر لأمي اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم انزل على قبرها شابيب الرحمة والغفران يا رب العالمين اللهم مأمنعذاب القبر اللهم مأمنعذاب القبر اللهم آمنا من عذاب القبر واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يا ذا الجلال والكرام اللهم رفع درجتها في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين